اشتركوا في القناة اذا اصبوع العطاء الوطني الماهية والاهمية الوضعيات الامثل للجلوس والنون لتفادي الام الرقبة لسنة ثانية على التوالي مشروع فننون حول العالم وهذه المرة في انطاليا اوكي منبتدئ هذا الصباح بفقرة جديدة وفي مجتمع يعاني من التضييقات يعني باخدنا هذا الموضوع لبناء مجتمع افضل بمستوى منظومة اجتماعية حتى اكتر مليانة في العطاء وقوية اكتر اللي بتشكل حصن بقدر نسميها بحمي ابناء هذا المجتمع من الضغط اللي بنجم عن التضييقات لتحديث عن مشروع اسبوع العطاء الوطني معنا مركز المشروع السيد باسل طنوس اليوم هو مش بقبعة المخرج لكن بقبعة المركز صباح الخير الا اذا باسل صباح الفول الا اذا دخلت شغلات الها علاقة بالسينما ما بعرف لا بلاش نفوت لغاد لانه مش هناك شفيت احنا بالعطاء اوكي طيب التجهيزات علاقة من واثق لاطلاق هذا المشروع من وين نبع حاجة هذا المشروع كيف كانت السيرورة لهذا المشروع وين انتم موجودين اليوم اوكي خلينا بداية نحكي عن العطاء شو العطاء احنا مجتمع معطاء احنا افراد معطائين الموروث العطاء والتبرع موجود فينا انسانيا دينيا اجتماعيا في كل محل يعني انت بس تشوف اي حال خاصة هيك بتقول بحاجة لتبرع عن محل بتتنفر وبتروح بتتبرع اذا شو الحاجة لأسبوع العطاء حاجة فيه لتنظيم كل هذا الموروث وعادت ملكية الشارع تبعنا لأينا لأيدينا اليوم الشارع موجود بيدين ناس ثانيين خلينا نعمل بين بيدين الخير والغير خير اقل خيرا بدناش نستعمل كل المصطلحات السلبية كل يوم صبح بالراديو تسمع الخبط والطخ والقتل والهاي بلاش نعيد عليها خلينا نقول ان احنا بدنا نخلي الخير يرجع يمتلك الشارع وهذا بيصير بس اذا احنا نظمنا وعملنا شبكة من المجموعات الجمعيات التشبيك الشبابية رجال الاعمال المؤسسات كله يتشبك مع بعضه فيه مشروع كامل مش لمرة واحدة احنا اليوم في بناء انا فطلق اسا شو الصيرورة اللي عم نفلوها احنا في بناء بلاتفورمة انشاءل نقدر للسنة الجاي نقدر نطلق المشروع باوسع واللورها اوسع واللورها اوسع واحنا اليوم موجودين فيه اطلاق الأسبوع الاول اليوم العطاء حددنا بالنهاب الأسبوع الأخير لشهر أذار 29 أذار اليوم رمزي 29 أذار ولكن طبعا العمل اكثر من يوم واحد في موضوع العطاء هل في تخطيط يعني من من هذا العطاء وإلى من يعني فيه عنوين من من هذا العطاء وإلى من من المجتمع وإلى المجتمع بما معناه انه احنا اليوم فيه ناس عم بتقول بتعطي كمان حتى فيه لها تسميات يوم العطاء فيه يوم عطاء هيك معين سموه يومهم عاسيمة وفيم بالعبري الأعمال الخيرية يوم الأعمال الخيرية جاي من جهة اقتصادية كبيرة بانك كبير ولكن هذا يعتمد على بانك بعطي فيه مشاريع تقام بانك لا يعطي ما فيش مشاريع تقام وما فيش تشبيك بين الكل غير المردود هو بي آر وعلاقات اجتماعية أكتر لجهة هاي صحتين أوكي تمام ممكن يشتغلوا كل إشيء والناس تعاطى معهن احنا بدنا نعمل شبكة العطاء طبعتنا احنا بدنا نستعيد ملكيتنا ملكية الشارع اللي لنا ما نخليش الموضوع فالت تشبيك بين أطور شبابية احنا اليوم عنا حوالي 15 إطار شبابي مع جمعيات حوالي 25 جمعية وطبعا في لجنة الرؤساء سلطات المحلية مباركة الموضوع ومشتغلة مع الموضوع وكنا في اجتماع عندهم والمجالس المحلية راح تفتح كل التقنيات اللي شو مساهمت هن ودور هن السلطات المحلية بغض النظر أول الشي مباركة تاني الشي انه في اي مجلس محلي بيصير في انت بدك تشطل في المساحة تبعت السلطة المحلية نفسها كموليكية البلد ودخ تأخذ تصريح نعم بدك تأخذ بدك تصريح بدك مساعدة بدك تقنيات بدك آليات بدك شغلات ممكن المجلس المحلي يأمنها بدون ولا اي مشاكل ولا اي شي هذا الموضوع المواطن في البلد بغض النظر منين هو جاي وبغض النظر عن انتماء حزب مشكلتنا في البلاد وقضية الانتماء الحزب في انتخبات السلطات المحلية احنا هنا زحناها هاي مش زحناها ترفعنا عنها ليه؟ لأنه منشطل من خلال أطر شبابية اللي هي ممكن نكونش حزبية وشو شو منزميهن بال تحكيلي بالانجليزي لا لا بالانجليزي بغضريش بس بالأيلى خياب العربي اسا أطر الشباب نواذي نواذي أطر الشباب اللي في المجالس وحدات شبيبي وحدات شبيبي وفي عندك جمعيات موجودة في كل بلد وبلد نشطل معهن وهن بتفاعل وممكن يكون في مشاريع اللي فيها تشبيك بين أكتر من إطار مش إطار واحد بشطل في البلد فالعملية جارية بهذا الشكل احنا اليوم في استعدادات سنعملين عدة اجتماعات مع الجمعيات سنعملين اجتماعات لأطر الشبيبي أطر الشبيبي حتى في حالها هي انتقت اسم اليوم اللي مشان ننفهم عايش منحكي من نفوت على البيوت ونعطيهم كرسات فيها شرح عن الجمعيات فيها شرح عن يوم العطاء وممكن يجمعوا تبرعات لإلهم كمان للمشاريع فمنسموش أطرق الباب يعني مثل اللي هي حملات السابقة طبعا السرطان أو شي أطلقوا عليه اسم جميل وأنا بدي الناس تسمعوا وتشوف بادر فأنت قادر قضية أن الخير تبعنا موجود سؤال مين بأخذ المبادرة لأننا نخذ المبادرة ونشتغل للمجتمع تبعنا تحكي عن عطاء مادي ولا ممكن تطوع في شارع ترميم شارع ترميم شارع هذا مادي ترميم شارع هذا مادي حبل التنظيف شاطئ اعطاء تبرع هذا ملموس وفيه كمان تبرعات غير ملموسة معنوية نفسية يعني حتى المردود هو مش ملموس مادية مش ملموس لكن ملموس نفسيا لا بس لنا سؤال المهم كيف يترجم فعليا وتقنيا يعني بهذا اليوم أنا بدي أطبق إيش أعمل إيش داك تعمل إيش داك تتبرع ولا إيش داك تطوع بإتنين فس أحكي لنا عن إتنين كيف فسرنا إذا بدك تتبرع تقدر تتبرع نعم وإذا بدك تتطوع تقدر تتطوع أوكي معروف التلفونات معروفة إحنا موجودين اليوم على صفحة أسبوع العطاء الوطني في مدينة حيفا طبعا في مدينة حيفا أسبوع العطاء الوطني موجود على الفيسبوك في صفحة أسبوع العطاء الوطني فيه له شعار خصوصي جميل فأي إنسان بحب يشارك شخصيا بشعر أنه آه بدي أعطف هذا الأسبوع بيقدر تتلوي تواصل معنا هل بعتقادك كمفهوم التطوع إنه مترسخ موجود فيه فرق بين الكرم وبين التعاطف وبين العطاء صح وبين التطوع حتى مشروع العطاء والتطوع هو مترسخ اللي ناقصناه هو تنظيم وتشبيك العملية يعني خلق حالي من الهيمن يخلينا نسميها بإيجابيا هيمنة هذا المفهوم على المجتمع كمجتمع لكن مع ضغوط الحياة يعني دوريد الواحد يعني بفيق الصباح بالقوة ملحق على نهار الشغل وعلى العائلة وعلى وين بدأ لقي هذا المساحة الوقت هاي اللي أطوع كيف شو بتنصح يعني كيف بتدعي كيف بتشجع الناس مش رح أنظم وقت كل شخص بشخص ولكن فيش شخص مننا مش موجود عنده هاي الخصلين لأنه بغدر يعني أعطي ساعتين هون بغدر أعطي ست ساعات ففكر إذا بتفكر بالمردود اللي رح تحصل عليه هذا الشعور الرائع بعد التطوع كيف أنت ساعدت كتير ناس أو ساعدت بإنجاح أمر معين بفكر أنه هذا الشعور بغنيك أنه بعطيك الدافع والحافظ أنك تسح شعور بالاكتفاء الذاتي في أنك أنت أعطيت في أنك أنت تبرعت في أنك تطوعت يعني مش أعطيك مثالي صغير بلاش نرجع بالموضوع السياسي ولكن كنت شريك أنا في إشيء اسمه مقيم عمل تطوعي على مدار 16 سنة اللي اشتغل فيه المقيم على التطوع في الناصري أنا من موليد الناصري اليوم بمرق في الناصري حافظ كل المشروع وبشعر في هيك خلجي في القلب لما بمرق من المشروع اللي أنا سويته لليوم بعده بخدم الناس والناس تعرف مين عملوا مين تعب فيه مين عرق من شانه هل دفعوا مصاري هل جابوا مقاول لا هذا كله كان تبرعات هذا كله كان تطوع بسواعد أهل البلد والمطوعين اللي كانوا يجعوا لمخيم من أول التطوع في حينه الناس كانت تشعر شو معنى عطاء في خلال هذا الإطار اللي كان مخيم ومخيمات كانت في عدة بلاد مش بس في الناصري اليوم لازم رجع هذا المفهوم هذا الشعور في الفخر في أنه في عنا إطار معين شو ضروري يكون مخيم ممكن يكون أسبوع ممكن يكون يوم للعطاء الوطني وممتد على مساحة كبيرة كبيرة من المجتمع اليوم معنا مساحة X نسبة من المجتمع سنة جاي XX واللي وراهم نكبر لحد ما نغطي كل المجتمع تماما الفئات العمرية الصغيرة اللي هنضور ولا لا باسن صغيرة بأي جيل يعني ما بعرف يعني أصغر جيل هاتنا سمع منك يعني إذا بتحكي على فئات أطفال آه فينا دور يعني في أطر شبيب صارت محددة شو مشروع أنا تعمل يوم فرح الأولاد اللي الفرح بفتش عليهم مرة بالسن شو ما هم ما سمين منين ينين بس عاملين في أطر شبيب قرر أنه العطاء بدي يروح لهدول الأطفال بدي يعمل لهم برنامج رح يجمعهم في مكان معين عشرات الأطفال اللي بيقدروا عليهم طبعا ويعملوهم يوم فرح يوم كيف كل معنى الكلمة مع برنامج كامل متكامل لكل النهار يعني أنتوا أبوابكم مفتوحة اللي تستقبلوا اقتراحات ومشاريع إحنا أبوابنا مستخدم فيش حد برفض العطاء مظبوط ليش إحنا ما ممناش من البداية للكل تعالوا لأنه تنظيم إشي كبير وسيع من أول مرة هو فشل يعني محتوم ما بتقدرش تيجي تعمل إشي من الشكل وتكون منظم كل المستمع مرة واحدة تطلق البذر شوي شوي لحد ما هالشبكة تتوسع ويصير الشبكة نفسها الأولى هي تساعدة على التوسع نفسه والآخرين يتساعدوا على التوسع أكتر لحد ما توصف كل المستمع أوكي قبل ما نذكر بالتواريخ بنهاية اللقاء بالمستقبلا كيف رح تستمروا مع هذا المشروع هل في خطط وين يكون بالسنة القادمة أو إذا في مبادرات أخرى تانية على مدار هاي السنة 2019 إحنا حاليا شهريا موجودين بهذا بهاي السنة مفهوم تخطيط للسنة القادمة هو بعتبدو وين مننتهي السنة هاي مشا نعرف لأوين ننجح تقيم وتحسن إحنا حاليا في التحضير حلو 23 أذار رح يكون في لقاء تشبيكي كبير بين رجال أعمال والجمعيات الجمعيات رح تعرض نفسها على رجال أعمال شو بتشتر شو بتساوي عضياتنا أن المجتمع ما بعرفش اليوم أنت بتتواجه على رجال أعمال موجود في جمعية بدي منك تبرع لتغطية مصاريف احتفال هاي عادة بتصير أو لتغطية إصدار كل رأس أو كتاب هاد عادة ما يبصير كل واحد بشكل منفرد التشبيك هذا بدون نعمل إشي جماعي ممكن نطلع في نهاية البرنامج في نواة لصندوق دعم مجتمعي حلو بحيث أنه يصير كل المردود هذا يتوزع على الجمعيات الشريكة ولا الأطر الشبابين بنبسط الواحد لما بسمع هيك بجد بحيث أنه عن جد الدنيا بعدها بخير وفي ناس أخير موجود بس جال هل أنت بتحطه عجانب بتدعى سريع بتخلي الشر يطلع صحيح صراعه موجود لأنك أنت تبادر مي ومي المركز والمخرج والمبادر باسل طنص شكرا لإله شكرا لإله مبدع جدا مبدع هذا العطاء اللي إحنا منتحدث عليه عنه وهذا اللي إحنا منفخر فيه بكل تأكيد لنا